استمعنا إلى ما جاء في الخطاب الملكي بخصوص دور الجالية المغربية المقيمة بالخارج في خدمة قضية الوحدة الترابية وأيضا تحدث عن مئات ألاف اليهود المهاربة وكان هناك توصيف جميل قال بأنه هناك حالة خاصة يعني ارتباط المهاربة بالوطن والحرص على خدمة مصالحه وطبيعة هذا الارتباط وعمقه وكيف تتوارته الأجيال يجعلنا أمام حالة مغربية خاصة ومتفردة أولا إنه الرابط الروحي لأن عندما تحدث جلالة الملك محمد السيد حفظه الله في البداية على أن جلالة المغفور له محمد الخامس وكذلك مؤازري أنداك المغفور له الحسن الثاني لم يتخلى عن المغاربة وهذا الرابط الروحي لا زال إلى يومين الآن على أن جلالة الملك دائما يحرص حرصا حفيثا على الاهتمام بأسرته الكبيرة لأنه تحدث على أن جلالة الملك أسرتين أسرته الصغيرة الله يحفظها له وكذلك أسرته الكبيرة الله يحفظها له إذن هاتين الأسرتين يحاولوا من خلالها جلالة الملك أن يعطيها مجموعة من الإشارات على أن اللحمة التي يجب أن تستمر في بناء الوطن وكذلك الدواف دفاع عن ثوابته يجب أن لا تفرق بين المغاربة لأننا لسنا مغاربة من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية إذن المغاربة كلهم سواسية أمام جلالة الملك ولكن عندما يتحدثوا بلفظة أو لفضي عفوا الحجر الزاوية ففيه إشارة واضحة على أن جلالة الملك محمد السليس لا زال إلى يومنا هذا ويسعولوا على طول الزمن على المغاربة وعلى المواطن المغربي سواء كان داخل الوطني أو خارجه نحن دائما كمغاربة كان لقوا بعضيتنا فوق الحزة هذا معروف والحركة الوطنية حبلة بالإشارات الواضحة خاصة مع المغفور له محمد الخامس لأن الحركة الوطنية أججت في المغاربة ضرورة الدفاع عن وطنهم وضرورة كذلك التصدي للمحاولات اليائسة والبائدة للمستعمري الفرنسي أنادك والآن ونحن نتحدث عن هذه الثورة في ظل العهد الحديد عهد جلالة الملك محمد السليس فهو فيه استنهاض لهم من جميع المغاربة وكذلك فيه كذلك تكليف مباشر للمغاربة وبخاصة مغاربة العالم وكذلك اليهود المغاربة الذين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من الهوية المغربية الآن نتحدث لغة العمل الدأوب وكذلك لغة المؤسسات لأن هذا الجانب نتحدث فيه من خلال التعرض لنقطتين أساسية النقطة الأولى هو أن مغاربة العالم يقومون بأدوار جمة في إطار الدفاع عن الثوابت وكذلك عن الوحدة التراب المملكة وخاصة قضية صحراء المغربية جلالة الملك أكد كذلك على أن لمغاربة العالم وضع لدى جلالة الملك لأنه يقول على أنه يجب الاستمرار في بناء علاقة متينة مع الشباب ومع جميع الفئات المكونة لهذه الجالية التي ربط جلالة الملك برقم خمسة ملايين هي عملة جد مهمة وكذلك رقم صعب ينتمي إلى الهرم السكان المغربي وبالتالي فهذه فئة يجب أن تعطى لها كذلك لا نقول أفضلية لأنه ليست هناك أفضلية بين مواطن وآخر ولكن هناك كفاءات فعلا تريد أن تخدم الوطن هناك كذلك مواب وحتى الدعم الذي سيطال حتى مغاربة المعال العالم حتى بدول المهجر لأنه عندما نقول المنفى ونقول المهجر الآن نتحدث لغة المهجر بطريقة الإيجاب وهذا الإيجاب الذي يجب أن يكون مبنيا على التعاون وعلى التآذر وكذلك على مؤسسة الخطاب لأن المؤسسة الآن تتحدث بلغة حثيثة قوامها التحديث وكذلك البناء المشارك مع جميع مغاربة العالم والحال على أن جلالة الملك يريد أن يثني على هذا الضور الذي تقوم به المؤسسات وكذلك المعنية بالسياسات العمومية ولكن قالها جلالة الملك على أن هذا غير كافي ويجب كذلك أن يتمام تطويره وتجويده وكذلك بضمان نجاعة وفعالية الأداء السياسي وكذلك المؤسسات